أجرى المبوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سيارة إلى مدينة ترهونة التقى خلالها عمدى وعضاء المجلس البلدي بالمدينة ورئيس مديرية الأمن وفقا لمراسل قناة النبأ في المدينة فإن اللقاء الذي جرى بين سلامة والمجلس البلدي مديرية الأمن ناقاشا وتناول إرساء الأمن في منطقة جنوب طرابلس والتعاون بين البلدية والباثة في إنجاح قطة التاتبات الأمنية المعلن عنها أخيرا